لا أستطيع أن أفهم كيف شخص يختبر محبة المسيح وغفران المسيح ويختبر الحياة الأبدية ويختبر ضمان الحياة الأبدية ويختبر العلاقة مع المسيح وأن يبقى هذا الاختبار لنفسه ما يشارك هذا الاختبار مع الآخرين بالنسبة لهذه معضلة إلى درجة مرات أتساءل إذا الشخص فعلا اختبر المسيح لأنه ما في شخص اختبر مسيح إلا وتكلم عن يسوع المسيح وأنا مش عاوز أحط ضغط على الناس وأرفع لك ضغطك ولكن هذه حقيقة المؤمن اللي اختبر يسوع المسيح لا يستطيع أن يسكت لا يستطيع أن يهدأ يعني بجيب مثلين في واحد أنا كنت بعمل تدريب لمجموعة من شمال أفريقيا واحد منهم بصراحة تعلمت منه كتير ولكن كان جريء جدا وهذا الشخص مات في السجن مات في السجن ولكن كلماته ما زالت في صدى يعني في ودني عندك النور ليه ما بتتكلموا ليه ما بتشهد عندك النور الحقيقي واحد تاني كمان من القدس كان من حماس صراحة وآمن وبعدين في مرة بقول لي طب انتو عندكو الحق ليه ما بتتكلموا ليه ساكتين واحد بقول لي عندكو النور واحد تاني بقول لي عندكو الحق طب وإيه الحل وإيه العلاج وكيف ممكن نتحرر من هاي العوائق عوائق الخوف